السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله اليوم على نحر عائلة مكونة من خمس افراد هي سيدة وحماتها وثلاثة من ابنائها بمنطقة البلديات شرقي بغداد واضاف خلاف ان قوات الشرطة والجيش فرضت اجراءات امنية مشددة في منطقة الجريمة مؤكدا ان الجهات الامنية فتحت تحقيقا لمعرفة الجهات التي اقدمت على قتل الاسرة بهذه الطريقة البشعة وتقول القيادات الامنية في بغداد ان الجرائم الجنائية انخفضت في عموم البلاد الى ادنى مستوى لها خصوصا في العاصمة بعد تطور اداء القوات الامنية وتشهد بغداد هدوءا امنيا نسبيا مقارنة مع محافظات شرق وغرب وشمال البلاد التي شهدت على مدى الاسبوع الجاري تصعيدا بهجمات مسلح تنظيم داعش